بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعدا أهلا بحضراتكم نتحدث الآن عن الأعذار المبيحة للفطر في رمضان في ضوء قول الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى ما معنى هذه الآية الكريمة معناها أن الله سبحانه وتعالى أراد بنا خيرا وكما نعلم أنه في شريعة الإسلام هناك قاعدة أصولية فقية تقول التكليف بقدر الوسعي بمعنى أن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا على قدر وسعها إلا في حدود الطاقة إلا في حدود ما أتاها من قوة ومن تحمل انطلاقا من قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لذلك نظرنا إلى شريعة الإسلام فرأيناها شريعة سمحا تقوم على مراعاة أحوال الناس وظروفهم لذلك نرى أن الشيخ العجوز شيخ الفاني الذي طال به العمر وكذلك المرأة العجوز أباح الله تعالى لهما الفطرة في رمضان ولا قضاء عليهما بعد رمضان وإنما تلزمهم الفدية والفدية معناها الإطعام بمعنى أن نطعم عن كل يوم مسكينا بوجبتين مشبعتين أعني فطورا وسحورا وكذلك أصحاب الأعمال الشاقة الذين تستمر أعمالهم طوال العام هؤلاء لا صوم عليهم وإنما أباح الإسلام لهم الفطرة ولا قضاء عليهم بعد رمضان ويلزمهم الفدية أي يجب عليهم الفدية وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة كمرضى الفشل الكولوي مرضى الوباء الكبد مرضى السرطان أصحاب الأمراض المصاصية والأمراض المزمنة التي لا يستطيعون الصوم معها فهؤلاء أباح الله تعالى لهم الفطرة في رمضان ولا قضاء عليهم بعد رمضان وإنما تلزمهم الفدية وكذلك المرأة الحامل وكذلك المرأة المرضع لا صوم عليهم وإنما تلزمهم الفدية وكذلك بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله من رحمة الإسلام المسافر الذي يسافر سفرا في طاعة الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل أباح له الفطرة في رمضان لكن هذا عليه أن يقضي هذه الأيام بعد رمضان دون الفدية وكذلك المريض الذي يرجى برؤه أي شفاؤه في الغالب الأعم لا صوم عليهم وإنما يباح لهم الفطر في رمضان وعليهم القضاء ولذلك في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وقال تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى وهذا يدل على ماذا؟ يدل على رحمة الله بعباده وأن الله تعالى لم يكلفنا ما لا نستطيع وإنما كلفنا في حدود ما نستطيعه لأننا حينما ندعو ربنا بقوله ربنا ولا تحمل علينا إسرى كما حملته على الذين من قبلنا فنحن أمة الإسلام أمة المرحومة وأمة معصومة وأمة رفع الله عنها الحرج هذا والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر